مشكلة الخط بتاع التسلل يعني كل حالة يقولك أصل الخط مرسوم غلط أصل الخط مش مرسوم مش عارف زي ليه دايما عندنا مشكلة في موضوع الخط دي بقى مش موجودة في الدولة الإنجليزية يعني رسمة الخط الغلط دي مش مسمح لها لا والله موجودة والله موجودة والله موجودة في السنة دي ماتش منشيرسر رونيتد ووليفربول كلنا وحنا بنتفرق قلنا تسلل أولئنا الحكم بيحسب جول بعد ما استمع لتقنية الفارو حسب جول وكلنا قلنا تسلل لكن الخط مرسوم غلط ساعد لا زاوية الكاميرا هي بتبقى عامل مساعد في اكتشاف الخطوط ولكن مش ما ما قلتش بيترسم غلط لا حكم الفار بيرسم الخط بيرسم لا لا هو في واحدة لا استنوا مش دي يا جماعة ده في واحدة أنا شايفها قبل ما نروح لدية ده في واحدة في المقاولين والمصري ماتش المقاولين والمصري يا كابتن وجيه الراجل لا يسمي الخط جوه نص مش فاخر لو معنا الصورة يا جماعة مش شاف حاجة شفتها؟ أنا شفتها طيب أنت كان رأيك فيها أنا رأيه بالعين المجردة تسلل بالعين المجردة اه دي اللقطة تسلل اه بالعين المجردة بس هل لو تقنية الفار استخدمت صح ما قدرش اتدخل في العلم لو يا جماعة فيه صورة بالخط هتغنى عشان نتكلم فيها لأن العلم ده علم وتقنية عشان ما عشان ما عودش كل لعبة لو أنا شككت في التقنية خلاص ألغيها با بس هو الخط ده مش مانوال بترسم مانوال؟ لأ لأ نقط بحط نقط عندي عندي ها هيك بص حضرتك الخط مرسوم في نص اللاعب بتاع المصري لأ لا أهو مفروض يترسم لأ اهو مرسوم الخط من رح mes من رِجل من تحت اهي ها رِجل الكعب imagem رِجل بتاع لعب أهو من رح mole عند الكعبibilities الفلك لعب المصري هو مرسوم مش من نص اللاعب زي ما حضرتك كنت لأ هي من عند الكعب بتاع لعب المصري اللي هي الرجل الأقرب لخط المارمى هي دي اللي مش عارف واضحة بالنسبة لك واضحة بس انت شايف تسيره انا شايف اللعبة مع تقنية الفار شايف انها هدف سليم مع تقنية الفار لان انا ما قدرش انكر العلم الا اذا استخدم الخطوط بطريقة خطيئة او استخدمت النقط بطريقة خطيئة انما ما قدرش انكر الحلم ما قدرش اقول ليه لان كده لو انا اتكلمت وقلت هذا الكلام وانا من ضمن المحاضرين الستة اللي في مصر في تقنية الفار يبقى انا بشكك في هذا التخصص